اشتركوا في القناة لحياته لأن الناس عندما انكسفت الشمس في يوم وفاة سيدنا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات وسنه حوالي سبعة عشر شهرا في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريفة قالوا أن الشمس انكسفت لموت ابراهيم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وهذا يغير الثقافة التي أشعها اليهود في المدينة المنورة أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثقافة اليهودية الإسرائيلية ليست هي من الحقائق بل هي من الأساطير وعلى المسلم أن لا يتعلق عقله بالأساطير التي لا أصل لها من الواقع ولذا بيّن صلى الله عليه وآله وسلم في خلال هذه الخطبة أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله وذكر الله أعلى ذكر الله هو الصلاة ولذا سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا وجدنا أن الشمس قد انكسفت علينا أن نفزع إلى الصلاة ونصلي حتى تذهب هذه الظاهرة فإذا استغرقت هذه الظاهرة مثلا ساعة فلتكن الصلاة مدة الساعة كلها أو إذا ظلت هذه الظاهرة نصف ساعة فلتكن الصلاة مدة الظاهرة كلها وإذا كان الكسوف أكثر من ذلك فلتكن الصلاة تستغرق المدة كلها ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بقدر الظاهرة نفسه بحيث أنه يخرج من الصلاة وقد فرج الله سبحانه وتعالى هدي الظاهرة عن الشمس أو عن القمر وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب سفيان هنا هو سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي يعني تحتضر تقضي يعني تحتضر وابنه هنا بمعنى حفيدة وهي سيدتنا أمامة بنت سيدتنا زينة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحتضر سيدتنا أمامة فأرسلتها أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها على حجره صلى الله عليه وسلم وكانت تحتضر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن سيدتنا أم أيمن حضنت النبي كانت حضرة لهذه الحديثة فلما وجدت عيني النبي تبكيان بسبب الرحمة التي في قلبه لتأثره بوفاة أمام أمامه صلى الله عليه وآله وسلم بكت وصاحت والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه نهى عن الصياح في البكاء لأن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بكاء لا صوت له وهو البكاء الذي يكون بسبب تأثر الإنسان لما يحزنه أما البكاء الذي فيه الصياح والنياحة فهذه من عادات الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من عادات الجاهلية وقال أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة فلما فعلت أم أيمان المنهي عنه فصاحت وبكت لأنها تأثرت ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكينا يعني بعويل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي يعني لست أبكي بكاء بصياح ولكني أبكي بكاء بلا صوت قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في باب ضحك النبي لما تكلمنا فيه كان يضحك بلا قهقه وكان في بكائه أيضا كان يبكي بلا صوت فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لكونه يتفاعل ومملوء بالمشاعر فله أن يبكي أو له أن يفرح وله أن يضحك ولكن عليه أن يرعي الأدب في ذلك كله فإذا بكى فلا يكون بصوت بقدر طاقته وإذا ضحك فلا يكون بقهقها بقدر طاقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا لأنه في كمال وقاره صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من المؤمن أن يكون وقورا وأن لا يفعل ما لا يليق وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر المؤمن له خير إن أصبته سراء فشكر فله الجنة وإن أصبته ضراء صبر وله الجنة وأن بكاء النبي كان رحمة وشفقة على سيدتنا أمامة التي ماتت وهي في حجره صلى الله عليه وسلم وليس بكاء اعتراض على قدر الله لا سمح الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي علمنا كيف نرضى بقضاء الله وكيف لا نعترض على قضاء الله وأننا إذا أصبتنا مصيبة نقول إن لله وإن إليه راجعون ونقول أيضا اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي يعني بكى لفراق سيدنا عثمان بن مضعون وقبله بعد وفاته ثم إن شاء الله في الفاصل القادم بإذن الله نبين بعد سيرة سيدنا عثمان بن مضعون وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على فراقه ومتى مات إن شاء الله في الفاصل القادم وجزاكم الله خيرا